بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم الآن في الوحدة الخامسة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي الوحدة بعنوان نظرية المضاعف في البداية نتكلم عن مبدأ المضاعف وبنقول هذا المبدأ ببساطة بيعني دراستنا لكيفية تأثير أي من مقونات الانفاق الكلي أو الطلب الكلي على الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي على الدخل التوازني وتقومها فكرة المضاعف على أن التغير في الانفاق الاستهلاكي أو الانفاق الاستثماري أو الانفاق للحكومي سوف تؤثر أو ستؤدي إلى تغير كبير ومضاعف في الناتج المحلي والدخل التوازني لأي اقتصاد أو لأي دولة بمعنى أنه إذا تغير الانفاق الاستهلاكي أو الانفاق الاستثماري أو الحكومي بمليون دولار مثلا سيتغير الدخل التوازني بأكثر من مليون دولار أي أنه سيتضعف طيب في البداية بنفترض أن احنا عندنا اقتصاد مغلق يعني اقتصاد بسيط يعني متكون من قطاعين اتنين فقط اللي هم القطاع العائلي والقطاع الأعمال بمعنى أن القطاع الحكومي والقطاع العالم الخارجي مش موجودين عندنا فبنتكلم أولا في مضاعف للإستثمار التلقائي بنقول أن مضاعف للإستثمار التلقائي هو الرقم الذي إذا ضربناه في مقدار التغير في الإستثمار نحصل على مقدار التغير في الداخل القوم يعني عايزين نقول أن مضاعف للإستثمار هو مقلوب الميل الحدي للإضخار يعني 1 على 1 نائس B على اعتبار أن B هي الميل الحدي للإستهلاك يبقى 1 نائس B يعني الميل الحدي للإضخار فأنا بقول المضاعف الاستثمار يساوي واحد على واحد نقص الميل حدي الاستهلاك اللي هو البي يعني بطريقة أخرى الامة R بيساوي واحد على الميل الحدي للإضخار طبعاً أود أن أسكر في البداية أو يعني في بداية هذه الوحدة إن إحنا كنا في الوحدة الثالثة تحدثنا عنه أن الميل الحدي الاستهلاك اللي هو الامة B C زائد الميل الحدي للإضخار اللي هو الامة B C كان الاثنين مجموعهم مع بعض كان بيسوي الواحد الصحيح فلا عجب الآن أن أتحدث وأقول واحد نقص ميل حدي الاستهلاك وبعدين أقول في المعادلة الثانية الميل حدي للإضخار عشان ما يحصلش أي لخبط طيب الحاجة اللي بعد كده بنتكلم فيها عايزة أشوف إزاي أشتق مضاعف الاستثمار جبرياً يعني أنا بقول مضاعف الاستثمار بيسوي واحد على واحد نقص البي أو الواحد على واحد نقص الميل حدي الاستهلاك طيب الكلام ده جيه منين؟ هنفترض دلوقتي أنه عندنا الاستثمار بتاعنا زاد من الآي واحد إلى الآي اثنين يبقى الدخل التوازوني بتاعنا هدلوقتي هيتغير من الآي واحد للآي اثنين طيب إحنا في الوحدة السابقة أو في الوحدة رقم تقريباً أربعة الوحدة الرابعة اتكلمنا عن معادلة الدخل التوازوني وقلنا أن الدخل التوازوني في الاقتصاد المغلق بيجي إزاي؟ كنا بنقول السوابت اللي هي الاستهلاك الزاتي زائد الاستثمار الثابت على واحد ناقص الميل حدي الاستهلاك دي كانت قاعدة الدخل التوازوني في الاقتصاد المغلق فكانت بنقول واي بيسوي اي زائد الاي على واحد ناقص بي دي دخل التوازوني أو دي معادلة الدخل التوازوني في الاقتصاد المغلق فحنا بنفترض دلوقتي أن الاستثمار بتاعنا زاد من اي واحد لأي اثنين يبقى الدخل التوازوني هينتقل من الوضع التوازوني الأصلي اللي هو واي واحد إلى وضع التوازوني الجديد واي اثنين يبقى هيكون عندنا معادلتين للدخل التوازوني الأولى للدخل قبل التغيير اللي هو واي واحد والثانية لبعد التغيير اللي هو واي اثنين والفرق بين المعادلة الأولى والمعادلة الثانية 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 زي بعض بالزبط اللهم إيه هنا هنلاقي الاستثمار i1 وهنا هنلاقي الاستثمار i2 يعني عايزة أقولنا عندنا دلوقتي وضعين للتغير أو وضعين أو الوضع الأول هو الدخل قبل تغير الاستثمار والوضع الثاني الدخل بعد تغير الاستثمار فبنقول y1 بيسوي the a زي del i1 على 1 ناقص b والy2 بيسوي the a زي del i2 على 1 ناقص b طيب بعد كده بنقول بطرح y2 أو بنطرح y1 من y2 يعني y2 ناقص y1 بنفس القاعدة اللي احنا لسه مكلمين عنها يبقى y2 ناقص على y1 بيسوي the a زي del i2 على 1 ناقص b الكلام ده كله ناقص المقدار الثاني اللي هو the a زي del i1 على 1 ناقص b طيب الكلام ده ممكن ناخد دلوقتي the 1 ناقص b عامل مشترك في المعادلة اللي جاية هي اتخذنا 1 ناقص b عامل مشترك لما ناخدها عامل مشترك ايه اللي هيحصل هيتفضل هنا البسط اللي هو the a زي del i2 زي ما هو نزل هوت على اعتبار احنا اخذنا 1 ناقص b عامل مشترك بعد كده قبلتني السالب نحطها وهيتفضل من المقدار الثاني the a the a و سالب a سالب i1 طيب ليه جات سالب 1 لان احنا لازم نلاحظ ان فيه هنا سالب السالب دي تضرب فين في البسط اللي فوق دي فالسالب تضرب في ايه يبقى سالب ايه وبعدين سالب تضرب في موجب i1 يبقى سالب i1 يبقى كل اللي احنا عملناه خدنا الواحد ناقص b عامل مشترك طيب بعد كده نعمل ايه هنطير السالب ايه مع ال ايه هنحصل على المعادلة لما نطير سالب ايه مع ايه هيتفضل لي لطبعا الواي 2 ناقص وي1 كما هي يبقى i2 ناقص i1 على واحد ناقص b كلام سهل وكلام واضح ما فيش فيها اي مشكلة خالط طيب الواي 2 ناقص وي1 ممكن اقول عليها بتساوي delta y كلام مظبوط delta y يعني التغير يبقى delta y يعني y2 ناقص وي1 اعبر عنها b delta y يعني التغير في الداخل طيب برضو بنفس المنطق ممكن اقول i2 ناقص i1 يعني delta i كلام بسيط برضو كلام بسيط جدا فبنقول فعلا يبقى delta y بيساوي delta i على واحد ناقص b طيب دلوقتي انا بقول من شوية بقول ان المضاعف للصصمار مضاعف للصصمار ما هو الا التغير فيه الدخل على التغير في للصصمار يبقى انا دلوقتي ممكن احول شكل الدلة دي بس كده بالشكل البسيط اللي انا حصلت علي ده يبقى delta y بيساوي وروحت منزل delta i قدام الكسر خلاص وحطت ما كانها واحد صحيحي ما عملتش حاج يعني انا ممكن ببساطة ارجحها تاني في البصد يبقى انا ما اغيرتش المعادلة خالص ده انا بغير بس في الشكل عشان اعرف اتعامل معه فانا بقول من المعادلة الاخيرة اللي انا حصلت عليها دي اقول ايه اقول دلوقتي اذا كان مضاعف للصمار واحنا بنحكي بنقول هو التغير في الدخل على التغير في الاستثمار او مегодر التغير فيه الدخل نتيجة للتغير في الاستثمار طيب كلام مظبوط يبقى انا دلوقتي اممكن اقول ايه أقول إن قيمة المضاعف اللي هي delta y على delta i بتساوي 1 على 1 ناقص b اللي هو المقدار المضروب هنا ده. يبقى دلوقتي يبقى أقول إن المضاعف اللي هو delta y على delta i التغير في الداخل على تغير في الاستثمار بيساوي المقدار الموجود عندنا الواحد على واحد ناقص b. يبقى mr بيساوي 1 على واحد ناقص b أو delta y على delta i. طيب ممكن الآن نحصل على أو ناخد مثال توضيح عشان نفهم كيفية عمل مضاعف الاستثمار. والله هناخد مثال سريع وبسيط للغاية نبص معنا كده بعض بانت في المثال بنقول في المثال في اقتصاد مغلق مقاوم من قطاعين هم العائلي والقطاع العمل فقط وجد أن وجد أن مكونات الانفاق كانت كمية. الـ c بتساوي المتين زائد 8 من 10 y. وكان عندنا الاستثمار سابت عند الميت مليون دولار أي أن الـ i0 بيساوي 100. المطلوب مننا الآن. إيه المطلوب؟ واحد حدد مستوى الداخل التوازني. إثنين إذا زاد الاستثمار من 100 مليون دولار إلى 200 مليون دولار فما هو مستوى الدخل التوازني جديد. ثلاثة وضح باستخدام رسم البياني التغير في الوضع التوازني للدخل القومي نتيجة زيادة الاستثمار. أو جد قيمة مضاعف الاستثمار. الحاجة الأخيرة مقدار الزيادة في الداخل نتيجة مضاعف الاستثمار. رقم واحد بنقول تحديد مستوى الدخل التوازني. إحنا عارفين إن قاعدة الدخل التوازني واخدناها قبل كده كتير إن الدخل التوازني بيتساوي الا زائد الاي زيرو على واحد نائس بي. طيب ما هي الايه عندنا أصلا في الدلة كام في الدلة الاستهلاك. أهون بصوا 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 تاني بشكل زريع. الايه عندنا كام عندنا 200. والميل حد الاستلاك البي كام 8 من 10. خلاص نرجع تاني بقى نقول القاعدة بتاعتنا بتساوي الايه زائد الاي زيرو على واحد نائس بي. يبقى الايه اللي هي الميتين في الدلة بتاعت الاستهلاك زائد الاي زيرو اللي هي سبتة اللي هي 100 مليون دولار على واحد نائس بي. واحد نائس بي والبي اللي هي في الدلة عندنا 8 من 10. يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 300 على 12 على اعتباراً 2 من 10 واحد نائس 8 من 10. يبقى 300 على 12 بيساوي 1500. ده مستوى الدخل التوازني الأصلي. طيب فين مستوى الدخل التوازني الجديد؟ الجديد زيه بالزبط. مش هنعمل حاجة. اللهم إنا هنشيل الاي 2 اللي هي الاي زيرو هنشيل الاي زيرو ونحط بدلها القيمة الجديدة للاي زيرو. هو قال لنا الاستثمار زاد من 100 زاد من 100 إلى 200. يبقى أنا هقول الوضع التوازني الدخل الجديد هيساوي الاي زائد الاي زيرو. أهو بصوا كده. الاي زائد الاي زيرو على واحد نائس بي على اعتبار بقى الاي زيرو في الحالة ديت هتساوي 200 وليس 100. يعني المعادلتين زي بعض والطريقتين زي بعض بالزبط ما فيش تغيير خالص. يعني كل اللي هي بيحصل إن احنا هنشيل المية ونحط بدلها الزيادة بتاعتها اللي حصلت في الاستثمار من 100 إلى 200. يبقى زائد الاي زيرو على واحد نائس بي بيساوي الميتين زائد الميتين. الميتين الأصلية بتاعدلة الاستهلاك الزاتي زائد الميتين للاستثمار الجديد على واحد نائس الميل حد الاستهلاك الوضع من 10 هيساوي 400 على 12 يعني بيساوي 1000. يعني إيه اللي حصل دلوقتي إن الدخل القومي زاد من 1500 ل2000 يعني زاد بمقدار 500 مليون دولار. نتيجة زيادة الاستثمار زيادة زيادة مقدارها 100 مليون. يعني أنا عايز أقول دلوقتي إيه تضعف الدخل القومي بمقدار أو مش تضعف الدخل القومي حصل زيادة في الدخل القومي. هذه الزيادة تعدل خمسة أضعاف الزيادة اللي حصلت في الاستثمار حيث زادت دخل القومي بمقدار 500 نتيجة زيادة الاستثمار بمقدار 100. الآن نضع أو بنبحث في قضية التغير في الوضع التوازني للدخل القومي نتيجة زيادة الاستثمار بس سوى الكلام ده باستخدام الرسم البيان. نبص كده على بعض نبص مع بعض بنقول دلوقتي كيف يتحدد وضع التوازن الدخل القومي كلامنا كلام ده في الوحدة الرابعة برضو كنا بنقول يتحدد وضع التوازن عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة العرض الكلي اللي هو الواي خلاص مع منحنة الطلب الكلي أو الانفاق الكلي اللي هو السي زايد آي هذا أو نقطة الاتقاء هذه هي النقطة اي. يبقى كيف يتحدد وضع التوازن داخل القومي عند النقطة التي يلتقي فيها العرض الكل مع الطلب الكل في النقطة E عند نقطة E نسكة عمود على محور أفقي فيتحدد الوضع التوازن للداخل عند الـ 1500 طيب إحنا حكينا إيه في المثال من شوية؟ قلنا دلوقتي إفرض الاستثمار زاد بكام في المثال؟ قالك زاد بـ 100 مليون يبقى زيادة الاستثمار بمقدار 100 مليون هيؤدي ذلك الانتقال منحنة لإنفاقه الكل أو الطلب الكل من الوضع C زاد I إلى الوضع الجديد C زاد I واحد يعني المنحنة طلب الكل هينتقل إليه إلى أعلى نتيجة زيادة الاستثمار بمقدار 100 مليون طيب الوضع الجديد ده أو تغير الطلب ده هيؤدي إليه هيؤدي الانتقال نقطة التوازن من الوضع E الأصلية إلى الوضع الجديد E واحد يبقى فين نقطة التوازن الجديدة؟ هي النقطة التي يلتقي فيها خط منحنة طلب الكل الجديد طلب الكل الجديد اللي هو الأخضر مع العرض الكل اللي هو الأحمر عندنا فيه النقطة E1 من النقطة E1 اللي هي نقطة التوازن الجديدة نسكة عمود على المحور الأفقي فيتحدد الدخل التوازني بمقدار 2000 إيه اللي حصل للدخل التوازني؟ نلاحظ أنه زاد بمقدار 500 مليون دولار من 1500 ل1000 نتيجة زيادة الاستثمار قد إيه؟ نتيجة لزيادة الاستثمار 100 مليون دولار الحاجة اللي بعد كده بنقول قيمة المضاعف طبع ما احنا عارفين إن المضاعف بيساوي المر بيساوي 1 على 1 ناقص 8 من 10 يبقى بالكلام ده بيساوي 1 على 1 ناقص 8 من 10 يبقى بيساوي 1 على 2 من 10 على الاعتبار إنه 1 ناقص 8 من 10 بيساوي 2 من 10 يعني الكلام ده بيساوي 5 يبقى المضاعف بيساوي 5 كلام سهل وكلام بسيط ما فيش فيه أي حاجة بنقول آخر حاجة أو آخر مطلوب في المسال مقدار الزيادة في الدخل رتيجة مضاعف الاستثمار طبعا أنا بقول إن الزيادة في الدخل مقدار الزيادة في الدخل هتبقى بتساوي إيه هتساوي الزيادة الأولية في الاستثمار اللي حصلت فيه قيمة المضاعف طبعا المضاعف إحنا لسه جايبين قيمته 5 وزيادة في الاستثمار أصلا زاد من 100 لـ 200 يعني زاد بمقدار 100 يبقى 100 في 5 يبقى بيساوي 500 أهو كلام ده بيسا كلام سهل وبسيط فإبقى إذن الدلتا وي هنقول القاعدة بتاعتنا الدلتا وي يعني التغير في الدخل بيساوي التغير في الاستثمار ضرب بقيمة المضاعف يبقى إذن الدلتا وي بتساوي المية اللي هي الدلتا وي زيادة في الاستثمار في قيمة المضاعف بيساوي 500